بعد خطاب السيد الصدر وبيان الرد من الإطار التنصيقي وكل التطورات الأخيرة هل ترى بأن البلاد انتقلت ربما لمرحلة إذن تصعيدية مختلفة عن سابقتها وأيضا أنت تعلم بأن الكتل السياسية يعني كما تفضلت لديها جمهور لديه التزامات اتجاهها بما أنها تمثل في البرلمان فهل سنشهد نزولا لهذا الجمهور للشارع هل ترجح هكذا احتمال أصلا متوقف الموضوع على إشارة صغيرة وللعلم أيضا يعني من أقولكم يعني شغلة متأكد منها أيضا الطرف الثاني هم رح ينزل الجمهورة خلي ببالكم وكلهم شباب وكلهم متحمسين كل من متحمس لقاته وأي خرق بسيط أي خرق بسيط أي مشاجرة بسيط تسير بياناتهم والله ما حد يقدر يسيطر عليها خلي ببالكم هذا الموضوع وإحنا نتكلم يا أخي إسا واحد منكم خلي تنازل خلي تنازل أغلبية وطنية خلي تجهي التيار الأغلبية وطنية خلي نجرب خلي يمنح أبسط شيء يابا إحنا رح نقولكم روحوا أنتوا تعالوا في الثلاثي مثلا أنتوا تردون أغلبية وطنية روحوا عمي بس منها لكا ثمين وستين يوم رح يشوف الوضع السياسي في البلد أو أنت الاتيار يقولهم الإطار يابا أخذوا السيادة وديم قراطي وروحوا ثلاثين وستين يوم لكن ما حد يريد حلول ما حد يريد حلول يتكلمون بالوزارات يتكلمون بالمناصب اللي موجودة لكن أما حلول حقيقية لهذا الشعب ماكو موازنة ماكو كل شيء ماكو كله متوقف أتحدى 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 واحد يصرف دولار واحد من الفائض النفطي اللي صار طيلة هاي الفترة أتحدى واحد يصرف دولار واحد لذلك هذا الشعب يوقع هاي وضعه ولفلوس تروح لخزينة بدون أي مشاريع عمار ممنوع توقع على عمارة وحدة أتحدى واحد يسوي له جسر هسه جسر جسر يحتاج لنا ميت فو جسر ببغداد أتحدى واحد يوقع جسر اشتركوا في القناة